السلام عليكم ازايكم عاملين ايه معاكو كريمة علي النهاردة هنعمل لكم تدبيلة الشاور مسوري الخطيرة هنجيب كوباية زبادي نص كوباية من عصير البصل هنجيب بصلتين ونبشرهم كويس ونصفر المياه بتاعتهم وناخد المياه وكمان معانا عصير لمونتين كبار وكمان ربع كوباية زيت زتون معلقة كبيرة من الملح وبعدين هنضيف بقى التوابل بتاعتنا ربع معلقة من كل حاجة ربع معلقة فلفل قصمر قرفة زنجبيل حبهان مطحون قصبر ناشفة سبع برهارات رشد جسط الطيب وانا كمان بحط معلقة من الشاور مسوري الجهزة بتاعت مايوي الخلطات الجهزة بتاعت الاكلات دي بتدي ريحة وطعم حلوين جدا لاي اكل انت بتعمليها هنقلب كل الخلط ده كويس جدا مع بعض هنجب بقى حتة لحمة من الكتف قولي للجزار يقطعها لك شاورمة لحمة الكتف هي افضل لحمة تتعمل شاورمة ونزليها بقى جوه التدبيلة دي ودخليها جوه التدبيلة كويس جدا اللحمة دي كلها عايزها تشرب من كل التدبيلة دي وبعدين هتسبيها من ساعتين لغاية ليلة كاملة الافضل تسيبها ليلة كاملة في التلاجة عشان تشرب كويس جدا من التدبيلة دي وتديكي افضل نتيجة في الطعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لو عندك فلفل الوان ضفيها برضو للتدبيلة دي هتدي شكل حلوى جدا وبعد الليلة كاملة وقت ما نجهز تشاورمة هنحطها في مصفة تصفي كل المياه اللي فيها لازم تصفي كل المياه اللي فيها وعبار ما تنزل كل ميتها هنروح بقى نعمل الماكارونة فحل على النار فيها كمية من المياه مناسبة هنضيف معلقتين ملح ومعلقة زيت ونسيبها على النار اللي جات لما تجليه هنا غلية المياه هنضيف الماكارونة ونسيب الماكارونة في المياه 9 دايق هي بتاخد سوا تقريبا 9 دايق بيبقى سواها مظبوط جدا هنا خلاص تقريبا الماكارونة قربت تستوي شايفين لون المياه متغير ازاي؟ ده من النشا اللي نزلت الماكارونة انا بحب بصراحة باخد كده معلقتين من المياه دي اسيبهم على جنب عشان لو الصلصة بتاعتي طلعت تقيلة شوية وحسيت انها عايزة تتخفف احط بقى من المياه اللي انا خدتها من الماكارونة بعد ما اخدت الماكارونة وصفتها كويس من المياه ما تغسلش الماكارونة سيبيها كده زي ما هي هتجيب حل على النار وتحط فهم علقتين من الزيت وتضيفي بصرا مفرومة ونقلبها شوية في الزيت لقد ما تدينا اللون الدهبي يصف الماكارونة بعد ما يبقى لونها دهبي هنضيف عليها معلقة صغيرة من الثوم المفروم ونقلبها خطوة ثم ونضيف تواب الماكارونة انا بحباية بصراحة تاخد تحميسة كده في الزيت عبارة عن ملح وفلفل ومعلقة كصبرة نقلبهم كده لغاية ما تحمصه شوية فعلا تحميسة التوابل في الزيت ده بيدي طعم مختلف تماما هنضيف معلقة صلصة طماطم ونقلبها كويس لغاية ما كل المواد الحفظة اللي فيها تطلع اضيف حبة فلفل الوان برضو بيديها طعم وشكل حلوى جدا ننزل بقى بكوبايتين عصير طماطم او كوباية ونص حسب كمية المكارون اللي انت هتعملين تنسيش تحطي معلقة سكر علشان تحوش الحموضة وكمان تعادل الملح وهنسيبها بقى تسبك شوية كده خلاص الطماطم السبكت هضيف عليها بقى المكارونة اللي انت سلقاها ومصفيها كويس من الميا شايفة نزل لفلفلة ازاي مهاش لازقا في بعضها عشان انت مغسلتهاش وكمان عشان معلقتين الزيت اللي احنا حطاها في مية السلق بتاعتها هتقل بها كويس وصي بها كده مدة خمس دايق بالكتير وفي طاسة على النار هتحط معلقتين زيت وتكون سخنة جدا لازم تسمع على الصوت ده معنى كده ان الطاسة فعلا سخنة جدا واللحمة نزلت عليها هتتقفل كل المسام بتاعتها وما تنزلش مية اهم حاجة في الوصفة دي ان اللحمة ما تنزلش اي نقطة مية فيها وتسيب كل جنب كده ياخد راحته على النار لغاية لما ياخد اللون الابيض بتاعه كده خلاص استوت شايفين مش منزلة مية خلاص ازاي؟ ده من ايه؟ ان الطاسة كانت سخنة جدا في الاول حتى لو نزلت مية من نجا وسبتها شربتها برضه مش هتبدي نفس الطعم هيبقى اكناها مسلوقة اكناها لحمة مسلوقة عادي وخلاص هنا الماكرونة استوت عندي وبقت زي الفل هنغرفها بقى ونقدمها مع الشاورمة برضه الشاورمة بتتقدم مع السندوتشات حلوة جدا وخصوصا مع الكريب بيبقى طعمها حلوة جدا جدا مع صوصات بتاعتها كمان بتبقى فضيعة انا مكنتش جاهزة لكريب النهاردة عشان كده قلت اقدمها لكم مع الماكرونة وبرده بيبقى طعمها حلوة جدا هنا خلاص غرفتها وزي انت على الوش كده رشد بقدونس عشان بس تكسر اللون ودي كانت اكلتنا النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس تعملولي عجاب وتشيروا لكل صحبكو تقولولي رأيوكو رأيوكو يهمني جدا ترجمة نانسي قنقر